موسيقى مساء الخير على حضراتكم وهنا بيكم في حلقة جديدة من برناميكم مصر تنتخب يعني زي ما بنقول كده خلاص دقت ساعات العمل وده شعار رفع مسؤولي الحملات الانتخابية لمرشح الانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة العام 2024 بدأنا بقى نشوف تنظيم مؤتمرات شعبية وبدأنا حتى نشوف اصدار بيانات صحفية رصد متابعة تعليق على احداث جارية كلنا بقى يعني حسيت فعلا ان بقى فيه لا حراك سياسي مختلف خلاص تقريبا يعني ما افضلش على اجراء عملية التصويت او يعني الاغتراع للمصرين بالخارج يعني فضلنا حول عشرين يوم مظبوط انتم تابعين معا واحد واثنين وثلاثة في الخارج عشر وحداشر واثناشر في الدخل خلونا بقى كده نرجع لفقراتنا الاساسية وهي خاصة بايه اللي حصل النهاردة من اخبار وخليني ابدأ معاكم مباشرة من النبكرة للمتابع هو انتهاء المدة القانونية للتنازل المرشحين انتخابات الرئاسة عن ترشحهم طب ده معنى ايه؟ يعني ايه؟ يعني الحد بكرة اللي هيتقدم يقول والله يا جماعة انا مش هقدر اكمل في سباق الانتخابات من السادة مرشحين اسمه ماينزلش في الكشوف اسمه ايه؟ ماينزلش طب لو فات بكرة وجيه مثلا قبل الانتخابات بيومون لا اثنين لا ينسل يبقى في مدة قانونية محددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية عن ترشحهم زي ما احنا عارفين ده هو عشان خوض صباق الانتخابات وده ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده اللي قاله الهيئة الوطنية للانتخابات عشان ايه؟ نشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تنازل وده وفقا طبعا زي ما تفعلنا للجدول الزمني المحتض طيب ايه تاني؟ خلينا اقولك برضو ان الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية طبعا كل الاعدادات والترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية هي خلاص بتقوم بيها في كل المحافظات في الجمهورية حتى اللجانة الفراعية التابعة لها في كل مكان بيتولى الاشراف عليها طبعا عضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة الى جانب ايه؟ الى جانب كافة الاوراق اللازمة للعملية الانتخابية دفع اعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات تمام؟ طيب ايه تاني؟ قالك هناك تواصل مع هيئة الابنية التعليمية ليه؟ عشان تحديد مقر المراكز الانتخابية خلي بالكم في فرق بين مقر انتخابي و لجنة اللجنة دي اللي انا و حضرتك بندخلها لو المكان ده اللي بيبقى مثلا في اي مدرسة بنسميه فاصل و تفر بندخل اللي في اسمك دي اسمه و لجنة لكن مقر انتخابي ده ممكن بفي عدد كبير جدا من اللجان فعشان كده تم التواصل وشان نحدد بقى المقرات المقر ده هيبقى في سبع لجان المقر ده هيبقى في عشر لجان وهكذا تمام؟ طيب ايه تاني من الاخبار النهاردة؟ جرضو فيما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات قال لك غدا اخر موعد لتقديم طلبات تعديل خلي بالكم الكلام ده تعديل مقر لانتخاب انا في مكان انا مثلا خليني بتكلم عن القاهرة انا في عبدين عايز يروح اصر الاب يبقى اخر موعد دي ما اتفقنا كده عشان كده الهيئة الوطنية للانتخابات اكد بانه غدا هتنتهي الفترة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اللي عايز يغير ده طبعا برئاسة المستشار حازم بدوي اللي عايز يتفضل يقدم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين بكرة اخر موعد طب مش عارف يروح من خلال الموقع الالكتروني اللي هو هيظهر قدامكم على الشاشة جريت يا جماعة بعد اذنكم الموقع الالكتروني بتاع الهيئة الوطنية للانتخابات يا أستامر بعد اذنك لو متاح يطلع بس للناس اللي ده مهم جدا ده اللي من خلاله تعرف مقر لجنتك هتعرف تعديل ورقة كل حاجة ما بقاش يا جماعة فكرة ان انا ما عنديش وقت مش عارف يروح ما بقاش ده خلاص الموضوع بقى الالكتروني سهل جدا والله طيب ايه كمان اتحت الهيئة الوطنية للناخبين امكانية تعديل ايه مقرهم الانتخابي من خلال الموقع زي ما اتفقنا طيب ده اللي ايه اولا للتسهيل ثانيا لضمان الحقوق تمام بتروح تقدم طلب من خلال الموقع الالكتروني وبتختار ثلاث مراكز انتخابية من الاقرب لمحل سكنك شوف انت اقرب حاجة ايه لمحل سكنك ايه وتقوم مشاور عليه بتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة الطلب اللي حضرتك ايه بعدتوا الالكتروني او انت روحت بنفسك اسيدي وبتحدد بقى هي المقر الانتخابي الاقرب لمقدم لمقدم الايه ايه الطلب تسلم ايدك يا أستاذ تامر اهو الطلب اهو الموقع قدامك يقولوا استاذ تامر مشكورا طلع هن على الشاشة كويس ده الموقع الالكتروني هقف بس شوية معلش عنده الموقع ده ياخده اياريتنا ياخده حتى سكينشوتة ونسجله عندنا انت هتحتاجه كتير قاوي ليه انا مش عايز اصبع الاحداث لك لفتد عندك شكوة هتبقى من هنا برضو ما انترس العيم جايلك هتبقى من خلال الموقع ده زي ما قلنا اللي النهاردة لجنته بعيدة عن بيته يا فندم انت تتعب نفسك ليه ليه الموقع قدامك هوا هتدخل يا جماعة والله انا عايزة هتكتب طلب ان انت عايز تغير مقر للجنة ايوم فاتح لك الابليكيشن هتدخل فين حضرتك هتختار مثلا حي كذا او منطقة كذا عفوا المنطقة دي بيختار لك فيها بيقولك فيها اللجنة دي موجودة هنا وهنا مقر عفوا المقر انا اسف المقر ده كذا ليه المقر ده اللي هو مدرسة مثلا عمر بن الخطاب مثلا دي ممكن يبقى فيها سبع لجنة فبتختار المقر ده انا مثلا المدرسة دي جنبي بيتي ليه اروح مدرسة في اخر الدنيا ما الموقع هوا يا جماعة الموقع هوا بتتعب نفسك ليه المدرسة دي جنبي بيتك يمين جنبي بيتك شمال قريبا منك تقوم داخل مقير لا و سمحته عايزة الوح طب هم ليه اختاروا تلاتة ليه بيقولك اختار تلاتة لان احيانا خلي بالكم هون موضوع مش مثلا هو اللجنة 1000 صوت ناصر ينفعش تحطي في 1200 فافترضنا اللي انت اخترته ده كامل خلاص بيوديك برضو الاقرب مكان والمقارات مش بعيدة على فكرة من بعضها افكركم بقى بحاجة برضو عن الهيئة الوطنية عن الانتخابات انها برضو اطلقت عبر مقاحل الالكتروني قاعدة البيانات الخاصة ايه بكل مراكز الاقتراع اللي هيتم الادلاء فيها باصوات الناخبين المقيدة بقاعدة بيانات الناخبين كويس كده ده طبعا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لاللي برضو عايز يعرف كل البيانات عايز يعرف اي بيانات عايز يجيب بيانات اهل اخواته زوجته او لا كواه تفر ادخل يا فندم وانت عاد في بيتك مرتاح اختار اللي انت عايزه ده مهم جدا وخلي بالكم لسا في انتخابات جهة كتير في شعب في شهورة في حاجات كتير يبقى انت عندك الاختيار تختار مكان مناسب طيب ايه تاني ندخل على اخبار الحملات ايه رأيكم طيب هبدأ بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الحملة الرسمية للمرشح السيسي تنشر اجابات حول ابرز تساؤلات تصويت المصريين في الخالق وهي هتبدأ تظهر قدامكم على الشاشة نشرت الحملة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مع قرب تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية عام 2024 اجابات حول ايه ابرز بقى التساؤلات للمصريين في الخارج بدأوا يسألوا عنها وايضا نشرت الحملة لقطات من ايه من اجتماعاتها مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في كل المحافظات بعد ان عقدت الحملة بمقرها الرئيسي اللي هو في القاهرة اجتماعات تنظمي اهو ادي صورة منه مع هيئة مكاتب الحملة الرسمية في كل المحافظات عقد الاجتماع ده هو برئاسة مين لمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لطبعا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بحضور مين اولا هيئة مكتب الحملة الرسمية اللي تم اختياره واشاره برضو الايه اللي قادة بيأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد طبعا تشكيل هيئات بقى المكاتب اللي ايضا بتعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمع والتأكيد على ضرورة ضرورة المشاركة التأكيد على ضرورة المشاركة الانتخابية وايضا في نفس الوقت لالتزام بكافة المعايير والمبادئ اللي بتنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية خصوصا الشباب اللي قولت لهم الحملة او الدولة كمان تحديدا اهتمام خلال السنوات الماضية الحملة برضو عشرت الى ايه انها خفضت اوجه الدعاية الانتخابية الى حدودها الابسط حاجة خلص وده طبعا بالتوجهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اللي دايما قلنا من حوالي اربعة ايامة خمسة ايامة الكلام ده قال يا جماعة اللي عايزة تبرع اللي لم يتبرع ليش يتفضل يتبرع للجهات اللي هتودي الاهلين بغزة وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريم طيب المستشار نحمود فوزي اضاف ايضا ان مكاتب المحافظات لابد ان تكون قبلة للتفاعل مع المواطنين وده شيء لطيف تاخد مقترحاتهم اللي موجودة في كل اللي بقى المحافظات بقى القرى وايضا اكد ان المرشح الرئاسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين وخلي بالكم الاختلاف سنة الحياة الاختلاف سنة الحياة بمعنى اللي عايز يتفضل يدي اللي مرشح الفلاني أهلا وسهلا اللي عايز يدي برضو مرشح الفلاني أهلا وسهلا اهم حاجة ان يكون في احترام الادب بتاعنا المعتاد اللي احنا بنا تميز به دي حرية رأي الحملات دي كلها الهدف منها ايه جذب الصوات الناخبي حقهم طبعا كل حمل على فكرة من حقه لكن المهم ايه من خلال الضوابط الرقي في التعامل احنا ناس كبار ده مقعد رئاسة جمهورية مصر صح ولا انا محتاجة فكار كل كده عشان كده حقيقي عشان كده حقيقي تعجبني حملة الرئيس عبدالفتاح يساق انها من البداية كانت واضحة جدا في النقطة دي احنا ملتزمين بكافة المعايير وبكل الطرق وابنا مشتوح للكل اهلا وسهلا عايزي جلنا اهلا وسهلا برضو دي انتخابات طيب نروح للمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عقد مؤتمر حاشد لمرشح يعني للترشيح ليه او يعني حزب الوفد اه عملوه من اجل ترشيح السيد عبدالسند يمامة او كان ده فين كان في برسعيد الصور قدام حضراتكم اعلن النائب الوفدي اه اه هيكل وهو منصق عام حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمام عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببرسعيد هيكل قال ليه قال لي ان المؤتمر هيوقد في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة القادمة الصور دي طبعا صور ارشيفين من المؤتمر اللي فات بخاعة الثقافة الكبرى ببرسعيد كويس وقال ان دي مكانها يبقى بجنب المحافظة واضاف ان المؤتمر بتنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببرسعيد وباشراف رئيس اللجنة صفوة عبدالحميد والقياد الوفدي ابن ببرسعيد المهندس حمدي قوت تمام واكد برضو هيكل ان مؤتمر ببرسعيد واحد واحد من المؤتمرات اللي هي بيعتبرها رئيسية اللي بتنظمها حملة رئيس الوفد وبتضم طبعا كل مدن القناة والشرقية وضميات وبحضور نواب الحزب بمجلسي الشيوخ والنواب وايضا عضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان في محافظة ببرسعيد المؤتمر ده هيوقد تحت شعر ايه الوطن اولا واخيرا عظيم سلام كلام محترم مؤتمر بيعقد تحت عنوان الوطن اولا واخيرا مؤتمر هيكون حاشد حزب الوفد على فكرة حزب لا حزب تاريخي ما ندرش ننكب ده سيد عبد السندي اماما راجل لو خبرات كثيرة سياسية في العمل السياسي من سنين طويلة اهلا وسهلا اهلا ده الفايدة الحراك السياسي نتجمع كلنا نبدأ نخرج نناقش افكارنا يا سيدي ابسط الامور ابسط الامور الا ويعفقه الحظ هذه المرة الا يحصل يبدأ يعرف الناس حتى بحزبه حزب الوفد اكتر مثلا ممكن يستقطب من خلال الحاملة دي عدد تاني مية متين وهكذا فدي ميزة الحراك السياسي بالتوفير لكل السادة مرشحين وربنا يولي من يصلح هنخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا فقرة حوارية تابعونا بجدد تحية لحضراتكم مرة ثانية ملف الاسعار في مصر احد الملفات الشائكة على طاولة الرئيس القادم في مصر خاصة وان ايه معظم السلع للامانة ارتفعت اصعارها مؤخرا شويتين سواء كان السبب جشع تجار او اسباب اخرى لكن ارتفعت طيب كيف يتحكم الرئيس القادم في ملف الاسعار خاصة وانه بيمس كل الطبقات صح طيب ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضفنا اليوم الكاتب الصحفي الاساس محمود العسقلاني وايضا رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء سيد محمود من اورن وشرفني اولا اهلا بك حبيبي نبدأ على طول كده في الموضوع نفسه وفي سخنته الدائرة حاليا انا عندي اسعار اصبحت مرتفعة وفي ناس بتقارن بين الاسعار اللي كانت موجودة دلوقتي وبين من سنة فاتت وايضا منتزائل طيب دي مشكلة هتقع على عاتق الرئيس القادم شايفها ازاي حلولها ازاي اولا خلينا اقولك انه الرئيس السيسي في الفترة الحالية قدر يعمل نمرة اتنين بجدارة لكن لسه ما عملش نمرة واحد تمام الرئيس القادم لازم يعمل نمرة واحد وهي البنية التشريعية والبنية الادارية عندك بنية تشريعية وعندك بنية ادارية تمام طيب اقولك ليه بقى بيمسوا ملف الاسعار انت عملت طرق وكباري وانفاء احنا ما كانش عندنا مواني انت كنت تروح ضمياط دي المراكب بتركن في الغاطس برا المواني ما كانش عندك كلهم بشوفهم نورة في البحر وقفة بالأيام اه صحيح النهاردة انت على مدد الشوف في مراسي بتقف عليها وتنزل وتطلع وتشتغل لازم البنية التشريعية بتاعتك تتوائم مع ليه تعملته يعني رئيس كان بيجري في حتة تمام وبيحقق فيها نجاح رهيب جدا انا واحد من الناس المؤمنين بما جرى تمام وايما كان الرئيس القادم انا شايف من وجهة نظري ان التعامل ده اجيال قادمة سوف تستفيد منه واستفادة هائلة خلي بالك انه من ايام محمد علي الناس تحبط جدا في ايام محمد علي لكن محمد علي عمل نهضة طبع الله مين اللي استفاد منها اللي كانوا عايشين ايام محمد علي ما استفادوش انما اللي جوم بعد محمد علي اللي زينا كده يعني اللي حفر قناة السويس مات فيها ما استفادش منها صحيح لكن بعد حفر قناة السويس على مدى عشرات السنين اللي استفاد منها اجيال تاني صحيح عشان كده بقول الاجيال القادمة هي التي سوف تستفيد مما يجري عشان نعظم الاستفادة من ده لازم البنية التشريعية بتاعتك تبقى كويسة يعني خلينا اقول لك يعني انت مثلا انت محتاج تلزم المصنع بانه يكتب السعر على المنتج وتجرم عدم كتابته ده الكلام عارف يا محمود بي لو دي تمت بس الوحدة خلص طب اقول لك ليه صلى على رسول الله نتكلم بالبلدي كده عشان الناس تفهمنا وبالبساطة كده عشان ايه ما انكلك على هون شرطي كاي عارف حضرتك ان السكر الدولة تدخلت الاسبوعين ثلاثة اللي عدوا من شهر تقريبا بعد مبادرة الدولة تدخلت وعملت سكر بستة وعشرين سعر المصنع سبعة وعشرين جنيه سعر المستهلك حلو كده ودي مبادرة الهدف منها ان اعمل بوم اللي هي بسميها ده كده مفاجأة للتجار في السوق ان اللي عايز يزود احنا برضو الدولة هتتدخل وهتنزل كميات لكن على الجانب الاخر المعلمين الكبار حبسين السكر شايفين الحكاية شغالة تمام في جزء منهم بيتخلص من الكميات بتاعته وعنده شوية اخلاق وفي جزء منهم عمال يعطش السوق وبيزود والاهم بقى عدم كتابة السعر بيخليه يعمل الآتي يقفل على السكر تمام وبعد ما يقفل عليه يقول مفيش سكر عند يا جماعة استنوا شوية بكرة السكر حيغنى اي تاجر تقوله كده يقولك على فكرة هو ما قفلين النهاردة لانه حيسمعون بلغة التجار كده حيسمعون سعر جديد مظبوط فيروح ايه لك سعر تاني لانه مش كاتب انه ما عارف لو كاتب على العبوة نفسها فيه رقم تشغيلة ومتسريلة ومش عارف ايه الكمية دي بعد ما تخلص الكميات دي بتتعمل بست شهور اه مثلا او ثلاث شهور وبيبقى خط انتاج خط انتاج خط الانتاج ده بيبقى كابس انتاجه بيتحط برا خلاص معروف ده لازم يبيعه بالسعر اللي كاتبه مظبوط انما الباشا بقى عشان يلعب براحته ويحبس زي ما هو عايز يقولك لا ده بكرة السكر حيبقى باربعين بكرة السكر على فكرة وتسمع اسعار في غضون اسبوع بالتلاتة جنيه والأربعة جنيه وخمسة جنيه من الثلاثين لخمسة وثلاثين لأربعين لخمسة واربعين وفي أماكن بيتباع فيها بخمسة تاب ليه انما لو انا كتبت السعر على المنتج خلصت خلاص هو بقى لو كتب لو ما كتبش السعر على المنتج محدش هيكلمه انما لو احنا طلعنا قانون هو ده اللي احنا عايزينه من الرئيس القادم تمام يعمل قانون يلزم فيه التاجر والمنتج انهم يعلنوا ويكتبوا السعر على المنتج طب يا أساس محمود انا كنت فاكر ان حماية المستهلك كانت برضو من ضمن الارشادات او التعليمات اللي كانت مطلعة في النقطة دي وليت حد لو امكن لو ممكن نتواصل مع حد من حماية المستهلك كان ده شرط المشهورة الموجود ليه ما تنفس خلينا اقول لك انه المادة ثلاثة من قانون حماية المستهلك وده الكلام المهم بتقول حق المستهلك في المعرفة جزء من المعرفة معرفة السعر ان يكتب لي السعر يقول لي يا عم انت سعرك قدي وتاريخ الصلاحية وتاريخ الصلاحية والانتاج والمواد والخواص اللي في المادة اللي حاكلها واللي عشربها فيها مواد حفظة ولا مفهاش يقول لي كل حاجة فيها ألوان مش عارف صناعية ولا ألوان طبيعية يقول لي كل حقي كمستهلك اني أعرف وعلى فكرة ده حق يعني بص حق أخلاقي وحق إنساني انت الدين يعني بقى يسيرك من القانون على فكرة في بعض الدول ما بتشتغلش بقانون لكن عرف التنظم أسواقها بالأخلاق هو نفسه يقول لك أنا لو يعني كان موانس رشيد يقول لي أنا بخاف من جمعية حامات مستهلك كان بيشتغل في ألمانيا يقول لي أنا لما تتصل بي جمعية حامات مستهلك كان بأركب يتخبط ليه لأنه عارف إن الناس دي ممكن تعملوا مشكلة تمام الناس بره بتفهم إزاي يعني انت بعندك شهائق في أوروبا مثلا معدومش هيئة الأرقاب على الصادرات والوردات إنما في هيئة داخلية عند المواطن نفسه وعند المنتج اللي بينتج الحاجة بترائب كل حاجة والناس فهمها وعندها وعي طب يعني أنا كده أفهم من حدثك يا سيد محمود إن أنا عندي مشكلتين مشكلة في التصنيع وبيسموه خطوط الإمداد والتموين صح كده والتاجر نفسه طبعا صح كده طب خطوط الإمداد والتموين أوامي لذلك مبدئية دي شايف نظبطها إزاي وبعد كده نرجع نتكلم عن التجار بص خلينا أقولك بوضوح في جزء أنت بتستورده طبعا جامل خارج أكيد لازم البنك المركزي يدخل طرف وده اللي حصل على فكرة بس أنا مش حارف إيه اللي بيحصل لو دخل البنك المركزي طرف في معادلة السوق يعني يبقى موجود حتى يرائب يشوف لأن أنا بفرجلك عن السكر إحنا بنحتاج مثلا 25% من احتياجاتنا من السكر بنجيبها من خارج حدينه دولار الدولار ده هيجيب بيه سكر السكر ده تمن وقدي كده بره في برصة مش عارف الهند ولا برصة مش عارف إيه أو لندن أو لندن في أي برصة من البرصات تمن وقدي كده حلو كده جميل جبناه قلنا تكلفته والغات لما بيبقى على ظهر المركز بقدي كده دخلناه وعبناه بانك المركزي وأنا بديك الفلوس وأنا بديكش فلوس تاني ده الكلام بص أقوم أداء هؤلاء التجار بالورع اللي في إيدي بمعنى أصح هديك مليون دولار تشتري مثلا طلبية أيوة لازم من خلال المستخلصات الجمركية يقولولي أنه فيه فعلا بمليون دولار داخل صح وكده والأهمة بقى يقول لي تكلفته بعد ما بيعبي وبعد مش عاب فيه يكتبها ويكتب على الساق بس لباك المركز مش هيبقى دولار ده مش هيدر يعني ما يقدرش يطلب من التاجر ده لكن الأولانية أنا معاك فيها صح بص باش أنا بديك دولار من دم الحي دي حقيقة لا دي حقيقة تعهولك من جسمي دي حقيقة بص أنت عشان تدي دولار دلوقتي كمصر بتدي من اللحم الحي أنا أديهولك بس أهم حاجة عامل حاج خده واشتغل به إنما تاخده وتشتغل لصالحك مش لصالح المجتمع اللي أنا شغال خدام عنده الدولة المصرية خادمة عند المواطن ده باللغة العامة إنت نفسك أمتين كلمة رئيس يقولك أنا خادم للشعب كلنا خدمين عند الناس ياريت نعيش طول عمرنا ونموت طول عمرنا خدمين عند الناس ده نعمة كبيرة طب طب فأنا شايف إنه لو فيه ضبط للحكاية دي مع البنك المركزي الأمور حتختلف طيب دي في نقطة الإمداد والتموين أيا كان بقى سوان من المستوردين أو من الداخل طيب هارجع بقى للتجار فيه ناس كثيرة بتقولك أن التاجر ليس عليه حاكم في أمور معينة لأن السوق برضو هو اللي بيحكم عليه في حاجات أخرى رأيك إيه بص خلينا أقولك حكاية العرض والطلب والسوق الحر والسوق المر لا بس السوق حر ده سوق مر بص فيه فارق كبير جدا مبيد إن أنت تقولي ده سوق حر وفارق أن أنت تعيشني في حارة مرار لا ما ينفعش أنت كتاجر عارف تكلفتك قد إيه حط الهامش المعقول فيه حاجة اسمها الفير تريد أو التجارة العادلة التجارة التي لا تسلم أحدا إن نفسنا نعلم حتى تجارنا ونعلم ناسنا المستهلك نفسه يعني إيه عدل يعني إيه عدالة يعني إيه حضرتك تشتري الآلم ده تكلفته مثلا عشرة جنيه أحط عليها مش ربع جنيه ولا مش عارف إنه ما تخسرش وترد رأس المال بتاعت وتاخد أرباح وتشغل عمالك وتشغل ناسك وتدفع كهربتك وتدفع ضريبك وتدفع كل حاجة كل ده أنا أدفعه إنت حضرتك أنا كمستهلك إنت كتاجر شغال عندي أنا سيد السوق ويجب أن تعاملني بالمنطق ده أنا السيد وإنا لو ما جبتش القلم ده حضرتك مش هتبيع ولو ما جبتش الكربطة من عندك حاجة مش هتعمل كربطات صحيح رأس مالك هتوقف وها رأس مالك هتوقف إنت خدام عندي أرجوك إديني ما تأذينيش ما تشفوتش جيبي لإني أنا قوة الشرائية تمام إنت محتاج تحافظ عليها زي ما بتحافظ على نفسك لإن أنا قوة الشرائية لما بتضعف إنت بتنام وبيبقى عندك ركود في السوق وبيبقى عندك أزمة إنت ليه تحط نفسك في أزمة العالم بره يا راجل عمل حكاية البلاك فرايدي وعملوها تخش فعلا بيبقى يومي سود عليهم تخش المتجر تشتري عشر بدل بتامن بدلة مصبوط حكاية وهو بيعملها كده خلاص هو كسب طول السنة وخلص وبيعمل شوية فانتازيا كده وبيعمل دعاية وبيخلص بالمنتج اللي عنده مصبوط بس عايز أقولك بيعملوها بمعلامة هنا بقى يقولك إحنا البلاك فرايدي وقالك الوايت فرايدي ومش عارف إيه اللي أصفر دي اللي أقوله اللي أصفر اسمه إيه يقوله تخبر آه مش عارف عما قاعد يقولك حاجات لذيذة وقالك لما ما تشبارش علينا تبديني يا عم حاجة يا عم الحاجة تلاقي بلاك فرايدي في وكالة البلحة الحتة بعشر جنيه وبعشرين جنيه إنما عندهم هي هي تخش تخدها بنفس التمنح احنا ناقصنا الثقافة دي يا محمود بشوية طبعا أنت محتاج برضو الرئيس القادم لازم يحط في اعتباراته عملية تسقيف المواطن المصري بحقوقه وبحماية المستهلك وبقاليات حماية المستهلك لازم دي تشتغل عليها لازم المواطن يبقى عارف حقوقه وعارف إزاي يتواصل عشان يحل المشكلة بتاعته عارف حضرتك أنت محتاج دايما تبقى شغال على وحي الناس صح وده مهم على فكرة ده يساعد الرئيس القادم في أنه بيخفف عنه لأنه خلي بالك ملف الغلاء وارتفاع الأسعار ده واحد من الملفات اللي أنا أعتقد إنها ما بتنامش رئيس السيسي ولا حتنام الرئيس القادم ولا أي رئيس والله أنا نفسيا أنا لو ما كان عايز أقول لك أنت بص هذه مسئولية كبيرة طبعا عارف حضرتك أنت مسئول عن بيت عن عيل 3-4-5 عيال وبتنام مجنون مش عارف تعمل إيه ببالك بقى بلد يكفي لك بتنام زهقانت المحيم أرفان وعد الدنيا وده راجل بيصحب يقول لك الفجر يقول لك شعر بيه بيينجزل إيه بيروح فيه لا حكاية إنما أنت لو عشت الأجواء بتاعته دي والله هتهرب طيب خلينا نخرج لفاصل وبعد فاصل لسه معنا كلام كتير مع الأستاذ محمود العسقلاني ادخل رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومصر تنتخب خلينا بس أقول لكم خبر جلنا دلوقتي التقى المستشار محمود فوز رئيس الحمدة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بفضيلة الدكتور شوقي علام مفت الديار المصري كلام ده كان لسه من شوائف مقر دار الافتاء المصرية أعرب رئيس الحمدة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن دار الافتاء شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 تطورا كبيرا على كل المستويات محققة نجاحات محلية وإقليمية وعالمية فعالة فعادت لمصر ريادتها الافتائية أصبحت دار الافتاء بعد أن انتهجت العمل المؤسسي من جمعية كبيرة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية وأشهد المستشار محمود فوزي بدور دار الافتاء التي أصدرت ملايين الفتوى في كل القضايا وكذلك موسوعة تم ترجمتها العدد من اللغات حقيقية فضلا عن استحداث إدارات جديدة وافتتحت فروع لها في المحافظات وأيضا إنشاء الأمانة العامة لدور الافتاء في العالم والمؤشر العالمي للفتوى وأشياء أخرى كثيرة وعقدت عددا من المؤتمرات العالمية فكان لهذه الجهود دور كبير في تيسير حياة المسلمين ومكفحة التطرف والإرهاب وأيضا طرد الفتاوى المتشددة فأعطت للإسلام صورة الوسطية الحقيقية ده كان الكلام اللي دار ما بين المستشار محمود فوزي وما بين الدكتور شوق الإعلام خلال الاجتماع نرجع لأستاذ محمود العسقلاني مرة تانية نكمل بس بقيت كلامنا كنا بكلم معك فيما يخص التجار احنا كنا تكلمنا عن الانداد والتموين وما إلى ذلك سواء كان بقى جاي من بره أو خط إنتاج مصري وقلنا أن التجار عليهم دور كبير وحدك قلت حتى مش مهم يبقى فيه حامش ربح قوي لكن يبقى فيه ضبط الأسعار في الفاصل كنت أتكلم معك عن أنهم برضو عندهم شكوى من أبردو نازم عن الصورة كاملة للمشاهدين يعني أنه بشتري الحاجة دي مثلا بمية جنيه ببحها بكسف فيها مثلا مية وعشرة مية وعشرين لكن على ما بجيب فلوسي أما أجيب أشتري تاني وأعرفش أجيب نفس الكمية فالسوق بيقل رأيك إيه؟ بالتأكيد دي مشكلة وسببها طبعا أنه الدولار مش سابت بالضبط الدولار عامل زال عفريت مرة تلاقي مش عارف إيه يعني إحنا كمان مشكلة السوق السوداء والناس اللي معندهاش ضمير وأخلاء اللي ما زالت بتتلاعب داخل في الحكاية دي دولا برضو عاملين يعني عبء علينا كلنا عبء على الدولة المصرية أنا يعني عايز أغمض عيني وفتحها وما لاقيش الحكاية دي يعني حكاية مؤلمة جدا ما خلينا مش عايشين في حالة استقرار فيما يتعلق بالأسعار صحيح وفي جزء أن الحكاية التجار بيبقى ليهم أنا ما قدرش أظلمهم في الحكاية لكن ده ما يمنعش أنهم بفعض الأحيان بيزودوا كتير يعني بيبقى الرقم كبير يعني حتى لو زودت النسبة بسيطة يقدر يشتري بيها وحدات أقل شوية مش لازم الكمية كلها على الأقل يعني يستعيد بس صح ده يبقى معمول يعمل مواءمة يعني بدل ما يزودوا الرقم واحد بدل اتنين يخليهم واحد مثلا أو ربق طب هل دي هي اللي مثلا عشان مثلا دولار كله شوية بيغلى فبدل ما كنا مثلا مثلا بيجيب عشر وحدات بقى بيجيب تمانية بقى بيجيب ستة بقى بيجيب أربعة ده اللي خلى في شح للسوق فعلى الأسعار وطبعا عدم وجود السلعة في السوق بيعمل شوحية بيعمل بيعمل التعطيش ده بيعمل بيرفع السعر بيخلي الناس طول أسعار زي ما هي عايزة المشكلة في الندرة يعني عندما يبقى أنت عندك عشر مجد زي دي وفي خمسين واحد طال بينها ما هي دي اللي بيديه التضخم تمام هتعمل ايه اللي عنده العشر مجد يلعب ويعمل اللي هو عايزه صح هو الوحيد اللي عنده والاحتكار خلي بالك برضو أنت تحتاج الرئيس القادم يحتاج أن ينهي فكرة الاحتكار دي حكاية الاحتكار دي لازم تشافلها حل ولازم بيقى فيه تعديل القانون ميفحش أنه مثلا أنا صاحب مصلحة وابقى موجود في جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومالع الممارسات الاحتكارية الذي يخاطب التاجر أو المنتج اللي بيعمل احتكار يبقى رئيس اتحاد الصراعات وهو منتج ورئيس اتحاد الغرف في التجارية وهو تاجر موجود جوه الجهاز يعني أنا دي بحكم لصالح نفسي ده كلام فيه تعرض مصالح لازم يكلام ده التوي بالعكس ده يعرض ويعرض على مجلس النواب عدالة أنا محتاج السوق ده يتشبع بفكرة العدالة انه الناس ما تبقاش ظالمة أنا مش عايزه يبقى ظالم ده بالعكس ده سيدنا النبي قال كده رحم الله ومرأة سامحا إذا باع سامحا إذا اشترى سامحا إذا اقتضى انت ليه عايزني قد عليك يا عم بعد ما اشتري منك الحاجة صح والله ليه عايزني ما سامحكش ليه عايز البركة ما تحلش في حاجتك وفي مالك وعيالك وفتجارتك ده أنا بالعكس ده أنا لما بمشي من عندك وأنا مرضي وأنا مبسوط إن أنا جبت حتة لحمة العيالي وروحت أكلتهم ولا جبت لهم شوية حاجات كانوا محتاجينها وبسطهم أو جبت لهم لبسوا ولبستهم يا عم انت ده انت حتى هتفرح فرح كبير جدا وانت لازم الدنيا ما الآخر يا ربنا سبحانه وتعالى حيح حط لك فيه عاجات تانية احنا ليه بصين على الدنيا يعني فيه تجار يقول لك أنا يا عم أكسب حين النهاردة وميتني بكرة لا يا عم انت في النهاية بتخاطب مجتمع هذا المجتمع فيه مسؤولة اجتماعية انت مش وحدك انت مش شغال وحدك في الحكاية دي انت شغال في مجتمع لو المجتمع ده السلام الاجتماعي اللي فيه انهار وتداعى وحصل له مشكلة انت أول من يدهر يا عم الحاجة نحن في 2011 كنا عاديين قدام بيوتنا بإيد مع الشات عايزين نحميها صح ما كناش عارفين نحمي بيوتنا أما وإنه عاد إلينا الاستقرار وخلي بالك انت البلد الوحيدة اللي من جوه اتخذت من جوه المصيبة انت اللي حواليك كله متحزم اديك شايف شرقك رايح فين وشايف غربك رايح فين وشايف جنوبك رايح فين صحيح انت عندك كل الدنيا اللي حواليك متلغبطة نحافظ على ده 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 نعض عليه بالنواجز هذه بلد يجب أن نحميها كلنا بكل ما نملك من قوة أنا مش محتاج أي حاجة من الرئيس القادم المرحلة اللي جاية اللي نحافظ ده على الحالة دي طبعا لأن أنا أخلي بالك معرض في المرحلة القادمة للحكاية صحيح الاستاذ محمود العسقران الكاتب الصحف رئيس جماعية المواطنين ضد الغلاء نورتين وشرفتيني أنا اللي ساعد بيك والله يتعرف حلقتنا تهت النهار لكن الكلام بسه ما انتهاش ان شاء الله بكرة حلقة جديدة من ماصر انتخذ الى اللقاء اشتركوا في القناة